أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بدأ المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة القلمون الحدودية بين سوريا ولبنان متعاهدا بطرد التنظيم منها مضيفا أنهم هم من بدأ القتال وذكر نصر الله أن المعركة أوقعت عدد من القتلى في صفوف الحزب لم يحدده وأنشرت قناة المنارة تلفزيونية التابعة لحزب الله مقاطع فيديو تظهر جثث مقاتلين قرب كمية من الذخائر قالت إنها لجثث المسلحين والغنائم في جرود بلدة رأس بعلبك